اشتركوا في القناة الا ان السينما الايرانية استطاعت من خلال الصفتين هما البساطة والاصالة ان تتميز وتقدم انتاجا استطاع فرض ابداع لغته البصرية محليا وعالميا ويؤسس لمفهوم سينمائي يمنح المتلقي جرعة احساسا بالزمان والمكان السينما الايرانية هي موضوع برنامجنا لليوم حيث نصلت الضوء على تجربة احد مبدعيها المخرج احمد زايري حلقة خاصة من سينما نمخر خلالها عباب السينما الايرانية ونصلت الضوء فيها على ابداع المخرج احمد زايري الذي يدير عدسة كاميراته اليوم في دمشق موثقا احداث فيلمه زيتونة سعد اهلا وسهلا فيك استاذ احمد بسوريا بلدك اهلا وسهلا فيكم شكرا حضرتك يعني مخرج عربي ايراني وتتقن اللهجة السورية بدقة هل هذا الشيء يمكن ساعدك اكتر للدخول لعالم السينما السورية؟ اللهجة ما رح يكون الا تأثير بهذا الشيء بس خلتني يحتك اكتر بالمجتمع وبغوص بالمجتمع وكمان اللهجة السورية الى نكاة خاصة يعني وقت تحكي ان انا لو غيروني بين اللهجات فاكيد بدي اختار اللهجة السورية اللي احكي فيها وهذا الشيء شاهد عليه اصدقائي كلهم حتى احيانا وقت نعود مع بعض بدنا نحكي هيك احيانا تطلع معي كلمات سورية فهنا نستغربه طيب يا اخي حكي بلهجة كنت لهم يا اخي لهجة كتير بحبة يعني شوفيها كتير بحبة اكيد يعني شرفنا هذا الشيء حضرتك بالفترة الاخيرة كنت عم تنهي اعمال فيلمك السينمائي اللي عم تصوره بسوريا زيتونة سعد خبرنا كيف هالفيلم اجت فكرته كيف حبيت تصوره بسوريا هالا الفيلم انا كنت كاتبه هو فيلم طويل فيه وثلاث قصص قصة كتبتها قبل 2003 يعني قبل غزو العراق وقصة افغانية وقصة ثالثة ايسا من دون جغرافيا يعني ما كنت محددت جغرافيا وين بدا تكون عم فكر انه ممكن يكون فلسطين ممكن بس ايسا ما حددت يعني بعد ما بلشت الازمة بسوريا طبعا انا كنت تتردد كتير بسافر كتير على سوريا فاكتشفت شغلات انه انا بالعادة لما بكتب بكتب قصة اذا ما بدي اشتغلها خلاص بتركها وبعدين برجع ممكن بعد شهرين ثلاثة اي ستة شهر او سنة برجع بقراها ممكن معدل فيها اذا عجبتني خلاص بشتغل اذا لا خلاص انهي ففي شي هيك ببالي دائما بفكر فيه انه عندي سيناريو عندي سيناريو بس ننسيته كأنه خليني روح راجع هذا النص راجعت النص طلعت النص اول شي يعني هذا الحكي صار بعد يعني وصلت صارت هون الازمة بلشت بسوريا و انا هون بالشام طلعت النص بتقرأ فيه استغربت من شغله انه انا كاتب هذا النص فعلا هو كأنه مفصل تفصيل كامل على سوريا على سوريا بالضبط فخلاص بدي اشتغل هذا الفيلم الفيلم هو كان بامكاني انه بشتغل ببالد تاني من ناحية الامكانيات وكل شي يعني حتى الظروف يعني بس فعلا هلا ممكن اقول هذا الشي انا كنت رفقاتي كلهم يقولون كلهم كان يقولوا لي انه خلاص فيك تشتغل الفيلم انت خارج سوريا وهلا بدي اعترف بشغله صح كان فيني يشتغل هذا الفيلم خارج سوريا وممكن لانه صورته هون صورته بالطريقة اللي كان ممكن صوره بطهران او باي عاصمة تانية او اي بلد آخر بس انا شغلة واحدة خلتني انه اختار سوريا بس لانه بدي كون بسوريا بدي صوره بسوريا ويمكن اكيد سوريا عطتك يمكن الالهام اكتر لحتى يكون الفيلم مصور هون بسوريا هالفيلم هو شوي صلاة الضوء على معاناة الحالات كثيرة من الاطفال يلي يعانوا ان كانوا جسديا او نفسيا من ويلات الحرب يعني هالفكرة قديش ممكن هي بالفعل تمنح لارادة والامل والصمود للعائلات يمكن يتعرضوا لهالويلات من الحرب وهن يمكن يشوفوا الفيلم يلي من اخراج حضرتك كلياتنا بنعرف شغلة انه مستوى الجريمة بسوريا على مستوى الوطن العربي كان منخفض جدا ممكن هي امن بلد بكل وطن العربي اول نمبر وان كان سوريا ووقت تكون انت ببلد امن تماما ولد بلد بالرخاء خاصة ان احنا الرخاء مو معناتا انه ثروة وما بعرف لا الرخاء هو اول شيء الامن انت يكون عندك امن بعد ما صار عندك امن صار عندك كل شيء بجيب تسلسل يعني فالاطفال اللي بيعيشوا بهيك بلد هنن اطفال خاصين يعني انتمتعوا بكتير شغلات اطفال سوريا قبل الازمة كانوا يتمتعوا بالامن بالطفول الحقيقية كانوا بيعيشوا كانوا بيلعبوا اخذوا حقوقهم يعني حقوقهم تماما وزادوا الحقوق الاطفال السوريين عندهم شغلات ممكن كل الاطفال بالعالم يفتخذوها لا ما بدي انا كمان اعطي شعارات لا الان اقولي الوطن العربي لانه عندهم جمال عندهم طبيعة عندهم حياة جميلة جدا فكانت عندهم هايش اتمتعوا فيها اوكي لما صارت الحرب في حصائيات عن مستوى الجريمة والطفولة خصوصا يعني هي حصائيات انسيت الرقم صارت طفل السوري بيلعب على الجسس صارت طفل السوري فيه جسة عم يلعب فيه فيديو موجود على الانترنت لما شفته ما قدر تمسك حالي فهيك وصل الحال بالاطفال السوريين بيلعبوا على الجسة كتير صعبة هاي الصورة هلا نحن بدنا نشتاز هذا الموضوع انا جيت لقدام قسا شوي فيه اطفال نتيجة القزائف نتيجة الحرب اللي موجود الدائرة حاليا ففقدوا اطراف منهم فقدوا اهاليهم فطفل كتير مهم انك كيف تتعامل معه فمشان هيك قررت انه بشكل او باخر انا بشتغل فيلم نحن بنحكي عن طريقة التعامل مع هدول الاطفال كيف نحتويهم كيف نتعامل معهم كيف نفهمهم كيف نحكي معهم وكيف نقدر نسحبهم للحياة صح نحن عايشين بظروف غير طبيعية اكيد لا شك بذلك ولكن الطفل هذا بده يكبر انا اذا تركت الطفل متل ما هو متل ما هو تركته بهالظروف هاي بكرا شو بده يصير والحياة بده تستمر ومستقبلنا موجود يعني انحنا ما فقدنا المستقبل ممكن فقدنا الحال بس المستقبل الاساته موجود انا ما فيني اترك الطفل لانه هذا بده هو ياسس المستقبل اذا تركته تركت المستقبل فمشان هيك انا قررت انه بشتغل هذا الشي ولو يكون هو عمل بسيط جدا على فكرة لكن حبيت يعني تعقص الواقع بالمقابل للأزمة اللي موجودة يشيط لأطفال سوريا تماما من عن طريق الفيلم رح نشوف طفل موهوب هو عبد الرحيم شارك بهالفلم وكان يعني من بطولته وكمان من بطولة الفنانة يرانو شميس كيف تم اختيارك لهالفنانين اللي حتيشاركوك بفيلمك خاصة مثل ما زكرت حضرتك انه انت كتحابب تصوره بسوريا وممثلين كمان سوريين انا حضرت فيلم كنت عن دور على اطفال يعني شي اربعة خمس اطفال شفتهم بس لسه كنت ماني مرتاح من هذول الاطفال انه بيقدوا الدور بالصدفة شفت فيلم حضرته بداري الأوبرا بدمشق هو اسم الفيلم كمان انسيته وقت شفت الفيلم فكان فيه عبد عبد الرحيم سألت عنه فأنا لسه ما عارفان انه عبد الرحيم هو نفس الشخص اللي كان بـ ذا فويس هاي شغلة فهني تم الاختيار حطيت انا عبد الرحيم بيبالي هلا هي قصة جديدة هلا حدست معي قبل يومين طبعا بعد ما خلصت تصوير اخترت انا عبد الرحيم وطلع عبد الرحيم نمبر ون بالفيلم تماما قبل يومين تماما طلعت صرت تصفح صفحتي على الفيسبوك برجع على البوستات قبل سنة ونصر حتى في فيديو انا عملت له شير وكتبت في طفل هو عم يغني بأحد مدارس جرمانا ولما نزلت البوست المدربة تبعيته بعتت لي رسالة انه انا اللي مدربته قلت لا انا بس نشرت البوست يعني ما العلاقة انا نشرت الفيديو اتذكر الحادثة فكتبت انه الصوت رائع جدا انا مالي علاقة بالصوت ولكن الوقفة لهذا الطفل طفل صغير الوقفة لهذا الطفل هي وقفة طفل رجل كبير وهذا عده مستقبل الحضور يلي بيمتلكه يعني والكاريزما طبع عبد فاكتشفت انه هذا الطفل هو عبد عن جد يعني صدفة هو الطفل اللي انا نشرت الفيديو قبل السنة ونصر اخترته لفيلم اخترته لفيلمي وصار هو بالفيلم عبد كان مغني صوته رائع جدا ولكن بالفيلم حصل تحول راح تكتشفوا موهبة جديدة بتمثيل بسوريا نحكي شوي عن قصة الفيلم يعني عبد راح يمثل طفل سوري يلي تعرض يمكن للارهاب والقزائف الارهابية يلي تعرض لكتير من الاطفال بسوريا نحكي شوي خبرنا عن قصة الفيلم شو بصير بعبد شو حالة ما فيني أقول لك قصة الفيلم بشكل يعني بس راح ألكن بعض المفاتيح للقصة فيما يتعلق يعني بالطفولة هلا هو سعد زيتونة سعد هو سعد شخصية الأولى للفيلم سعد هو يلعب مع رفقاته بتنزل قذيفة تنزل قذيفة فبيفقد البصر ما عاد فيه يشوف بيبلش الفيلم ما بعد الحادثة فمنشوف سعد هو بالبيت ما بيطلع أبدا ساجن حاله بالبيت فهون بتبلش الأم بشكل أو بآخر بدها تساعده للطفل طبعا هي بالمساعدة مع شخص آخرين مشان هو بيطلع بيكفي حياته دور الأم أددته الفنانة راني شميس أنا بدي أقول بس شغلة بسيطة عن هاي الفنانة أنا ماني محتك بالفنانين السوريين لأنه هذا باعتباره أول عمل لأيلي بسوريا عمل سينمائي اللي اكتشفته بالموضوع أنه أنا عم أتعامل مع إنساني بالدرجة الأولى بعد فنانة وبعد نجمة وا 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 أول شيء تعاملت مع إنساني فهذا الشيء بالنسبة للي كان تجربة ممتعة جدا وكتير فقور بهذا الشيء أكيد منوجه لتحية نحن رح نتابع مع بعض أستاذ أحمد كوليس من فيلم زيتونة سعد نرجع نكفي حديثنا معاك من نبيرا؟ ثلاثة، اتنين، اكشن صباح الصباح فالتحية علي باعلت خوبا أنها صعدت مع معاك إنساني حتى هذه الحالية يبتصر بنا وكتبع من نبيرا وكتبع منها من أنتصر بأنساني وكتبع من حالية نحن ن 개عار نحن رائع فكتبم فكتبع من شوك نحن خطاه نحن نغيرا نحن خطاه نحن نزق نحن شباح يمكن أن تغيري وماغ ماغ تغير نحن نحن بطريقة لكل كافي يعني أستاذ أحمد لأي درجة اليوم السينما هي يلقى على عتقها تسليط الضوء على الواقع المعاش وتوثيقه بنفس الوقت الأكيد هي السينما هي السينما يعني كيف أريد أن أقول لك هي لغة فمن خلال هذه اللغة أنت فيك تحكي شو ما بدك يعني قصدي أنه فيك تعطي الرسالة التي أنت بدك إياها هي الرسالة ممكن تكون هي تحمل رسالة أنه بتعالج بعض أوجاع المجتمع ممكن رسالة تعليمية الرسالة التي أنت بتختارها مشان تنقلها بلغة السينما فهي السينما لغة كبيرة ونحن نعرف البلدان التي حاليا تعتبر من البلدان النامية أو الكبيرة هي بلشت من السينما ممكن هدى الحكي الكثير من آراضة أو بس فعلا هي بلشت من السينا يعني السينما التي تعطت البلدان نحن الحجم الكبير بالأساس هي ليس لديهم الح وجبة يعني لو تلاحظو أنهم من خلال السينما اعطوا لحلهم الحجم الكببر فهنا نعرفوا اللعبة منيح فهموا السينما شو يعني فمن خلال السينما وصلوا واللي وصلوا عليه بما أنه أولى تجاربك السينمائية السورية كانت عبر طفل سوري وممثلة قديرة مثل رناش ما يرسى كيف لقيت الممثلين السوريين يلي هن بالفعل هلأ بهالوقت هن قدروا يثبتوا حالهم عربيا وعالميا الممثل السوري اليوم أنا فيني أقول لك أنه على المستوى الدراما بالعالم العربي فيني أقول لك أنه أخذ حقه من ناحية الظهور لأنه بتعرفي الممثل السوري لعدة أسباب أولا اللهجة بكل بساطة هو قدر أنه يفوت بكل بيت عربي لأنه كل بيت عربي مهما كان وينما كان بيفم اللهجة السورية بكل بساطة للسلاسل الموجودة فيها والجمالية الطريقة الحكي فيها فهي فاتت على كل بيت عربي إن كانت بأفريغيا أو بآسيا فهو وكمان نرجع على شيء تاني هو الممثل السوري طبعا دراما السورية دراما عريقة جدا والسينما السورية عريقة جدا يعني أنا لما بحكي عن السينما السورية بحكي بوجع لأنه بتعرفي بلشت السينما بسوريا بـ 1924 يعني بوقت كتير بكير العالم إلا ما عرفان كان السينما شوي فهي بلشت الأفلام بسوريا لدخل الفن السابق طبعا وقت تكون عندك أنت سينما وتجارب سينماية عريقة جدا فأنت أكيد عندك هالزخمة الكبير من الفن والفكر وخاصة هذا رح يدعمك بمجال ظهورك الفني حتى فالفنانين السوريين خصوص الممثلين نحن بنعرف أنه غسان مسعود وكتير من الفنانيين أنه ظهروا عالميا من دون البلدان الثانية ما أدروا أخذوا حقهم بالظهور ولكن إسا نحن مستنى أكثر هنين عندهم الإمكانية فعلا عندهم الإمكانية وعندهم قدرة على أنه بيكونوا بالواجهة بالدراما العالمية وفيني أقول السينما العالمية وبنفس الوقت كمان يعني رغم الظروف اللي عم تمر فيها بلدنا قدر يمكن الممثل السوري والدراما السورية وحتى السينما السورية تظل محافظة على مستواها والحرب اللي عم تمر فيها ما كتير يعني يتأثر عليها تظل في صمود عند الممثل السوري والاستمرار للإمام أكيد لا شك بذلك والبعدين الأوضاع حاليا اللي عم تمر فيها سوريا هي أحيانا فيك أنت تستفيد منها بشكل تاني وعم يستفيدوا على فكرة يعني أنت فيك تأخذ الأصص اللي موجودة هي ضمن الأزمة وضمن الحرب اللي الناس عم تعيشها وششنا كتير تجارب تطعلم عن الموضوع بس أنا في شغلة بسيطة وحدة يعني الدراما السورية مع الأسف يعني الدراما السورية قدرت أنه شوي بتزيح السينما يعني لو ما الدراما السورية وانتشار الدراما السورية بيها القوة لكان دور كبير للسينما السورية كانت استمرارها بيكون إسا أكتر وأقوى بس باعتقادي الشخصي يعني هذا رأي شخصي أنه دراما السورية لما كبرت أمزحة السينما فالسينما أهم بكتير من الدراما بس يعني نحن بانتشار التلفزيونات بالوطن العربي كمان كان مؤثر والطلب المتزايد على الدراما السورية كمان كان مؤثر أنه بيلغي شيء اسمه سينما ولكن من الطرف الثاني عم نشوف نحن رغم هالظروف الصعبة اللي عم يمر بها البلد ورغم قلة الإنتاج نحن بنعرف أنه إذا فيه إنتاج هو إنتاج دراما مسلسلات ما فيه إنتاج سينما بس رغم كل هالشي فيه إفلام فيه سينما عم تنشغل بسوريا فهذا بيكون يعني فعلا عمل جبار أنت بهالظروف بدك تشتغل سينما عمل السينما صعب جدا يعني كمان برأيك هالسينما هي عم تعطي حلول ومفاتيح لبعض الأمور وإمكان بعض المواضيع وعكسها للواقع هم هي مجرد فقط تسليط ضوء على الواقع المعاش هو ما نبس تسليط ضوء لما أنا بعكس حالة معينة بالمجتمع فلما بيشوفه فيه ناس كتار ما عم يشوفه فيه ناس كتار فعلا عايشين ببيتهم وعايشين بحارتهم وعايشين بالجو اللي هن فيه ما بيعرفوا شو عم يدوره عن تجاره ما بيعرف شو عم يدوره فعلا وصلنا للحالة نحنا لما أنا بخلال فيلم بوصل قصة معينة وبعكس فيها حالة درامية معينة من مجتمع السوري فأنا أكيد يعني هو مو بس تشوفه أنت بتشوفه إذا تتعلم أنت بتشوف هالفلم اللي أنا عملته هو بالأساس هيك يعني نحنا بدنا نشوف كيف هالأم عم تتعامل مع ابنه لما نشوف فهو يعني عم عطي حلول وتعطي جرعة يعني في الأمال وقوة وإرادة هذا بيكون من خلال الخبراء اللي أنت عم تستفيد منهم بعملك أنت بتجي خبراء نفسيين طبعا السينما هي عمل دقيق جدا يعني ما بدي أقلل من الدراما والمسلسلات بس هي بتختلف كثير عمل دقيق جدا بحذافير يعني بالتفاصيل اللي صغيرة أنت عم تنتبه له عم تشتغل عم تعطي فلسفة عم تعطي فكر بس هذا الشي ما بتلاقي بالدراما لعدة أسباب لأنه الناس اللي بالبيت بدها تتسلى يعني بس بدها تتسلى في قصة معينة هني عم يتابعوها وعم تطبخ ممكن تطلع ممكن أنت اليوم عم تطبخي أكلة بالبيت عم تطلعي على المسلسل أكيد لكن السينما إلى تقوصة الخاصة أكيد ممكن أنت مرأي مشهد مشهدين ثلاثة بس راح تكفي وراح تفهم القصة أما بالسينما أنا برأيي عشر ثواني لو غفلت من القصة خلاص ما عاد تقدر تفهمي لأن الحبكة في حلقة منها بتضيع خلال العشر ثواني لكن بما يتعلق بموضوع التوثيق يعني في بعض الآراء بتقول أنه يجب على السينما مو بس مجرد توثيق للواقع الحالي لكن يمكن رصد نتائج أزمة معينة أو حقبة زمنية معينة ومن بعدها ممكن أن نعمل فيلم يعني بيعكس وبيحاكي هذه الأزمة أو هذه الأمور نحن عندنا كمان السينما الوثائقية هي فيها تقوم بهذا الشيء بكل بساطة يعني السينما مو معناتها بس سينما أفلام روائية لا فيه السينما أفلام وثائقية كمان هي السينما وإلى مكانتها طبعا بس هي لا يعني أنت فيك من خلال السينما هي لغة أنا أمتلك أن هي لغة نعتبر إن كانت السينما الروائية أو إن كانت السينما الوثائقية فهي لغة من خلال هاللغة أنت فيك تخاطب العقل البشري وطبعا باستعانة الخبراء باستعانة الناس اللي عندهم هالقدرة على أنه بيأسروا على جوات البشر فأكيد أكيد هي عندها الحلول وبتعطي الحلول بس إذا استخدمت بشكل صحيح بما أنه عم نحكي عن توثيق كمان كان لحضرتك يعني تجربة بتسليط الضوء بطريقة توثيقية على بعض شخصيات من المجتمع السوري اللي كان إلون أثر كبير بالمجتمع خبرنا شوي عن هالتجربة هي تجربة جميلة كانت نحنا اشتغلنا هذا العمل هو عبارة عن 13 حلقة للفضائية السورية قبل سنتين أتذكر أنه اسمه البرنامج يقاع الحياة اخترنا شخصيات مؤثرة بالمجتمع السوري وصرنا المشتغل فالشخصيات اللي اخترناها فيهم ممثل فيهم طبيب فيهم ثنان فيهم كل كل الطبقات المجتمع اخترنا شخص فعملنا وثائقي اللي اكتشفنا أنه نحن بالاستعانة مع طبعا الخبرات السورية الأصدقاء اللي كانوا معنا عملنا في عمل رائع جدا رائع من الناحية أنه أنا استمتعت فيه ما بقول أنه رائع من ناحية المشاهد فهذا الرأي للمشاهد أكيد اللي شاف البرنامج هو بدي أقول بس كانت تجربة رائعة جدا عطينا احنا أخذنا بعض الشخصيات اللي لم يصلت الضوء عليها أساسا راح أعطيك بس لأنه بحب أن أسكر هالنقطة فيه دكتور بجرمانة عز الدين أحسان عز الدين إذا ما أنا هذا الإنسان دائما وين ما بكون بحب أحكي عنه ولو ما بيكون مجال حتى لو بيعتبره رسالة جواتي هذا الإنسان قديس أنا شفته فلما التقيت فيه أول مرة أنا ماني وثائقي أنا سينمائي أنا بيشتغل روائي بس لما التقيت فيه أول مرة اعتبرت أنه هذا واجب علي أنا بهال وضع هذا بيهال مكان هذا لأنه فيني يمسوا كاميرا بيدي أعمل الوسائقية عليه من هون بلجت القصة فصورنا الوسائقيات ونعرضوا ونعاد العرض ممكن مرتين أو ثلاثة إذا ما تخونني ذاكرة هاي كانت محاور حديثنا مع حضرتك بالجزء الأول من حلقتنا ببرنامج سينما أكيد نحن مكافين بحلقات مقبلة أكيد خليكم مشاهدينا على المتابعة لهالحلقة مع المخرج السينمائي أحمد زايري أخبار البوكس أوفيس تنافست على المراكز الخمس الأولى بشباك التذاكر ومن تصدر المركز الأول من تابع بهالتقرير احتل فيلم واركرافت المركز الخمس بشبك التذاكر الأمريكية الفيلم من بطولة ترافيس فيمل دومينيك كوبر بولا باتن وبين فاستر تراجع فيلم الرعب يوسي مي 2 ليحتل المركز الرابع قصة الفيلم تدور حول عالم السحر والخداع البصري وأعمال الخفة حيث يواجه الفرسان الأربعة هذه المرة قطبا كبيرا من أقطب التكنولوجيا والذي يحاول استغلالهم من أجل تحقيق مصالحه وعليهم تبريئة أنفسهم أمام المجتمع من الشائعات والأكاذيب وتوضيح حقائق الأمور والمسؤول عنها من خلال عرض أخير بعد تصدره المركز الأول تراجع فيلم The Conjuring 2 ليحتل المركز الثالث بإرادة بلغت 40.3 مليون دولار احتل المركز الثاني في البوكس أوفيس فيلم Central Intelligence بإرادة بلغت 13 مليون دولار وتدور أحداث القصة حول عالم المخابرات وأعمال التجسس حيث تعود العلاقة بين صديقين من جديد من خلال تواصله مع موقع فيسبوك ليدخل محاسب عادي على ملجسوسية وجمع المعلومات بمخاطره تصدر فيلم الأنميشن Finding Dory إرادة البوكس أوفيس الأمريكي لهذا الأسبوع محققا إرادة وصلت إلى 54.9 مليون دولار ويقوم ببطولة الفيلم بالأداء الصوتي فقط النجمة إيلاند جينيرز ألبرت بروكس ووايد أونيل هاي كانت حلقتنا لليوم ببرنامج سينما مع المخرج الإيراني أحمد زايري حلقة جديدة الأسبوع المقبل مع ضيوف ومواضيع وقضايا سينمائية جديدة شاركونا باقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك سينما مني مفرق العمل أطيب تحية الكون ورمضان كريم اشتركوا في القناة